بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية يصحبكم المعلم أحمد بن علي الدوسري أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس دعاء أحسنتم نعم دعاء السفر وكما عودناكم وقبل بداية كل درس أن نستمع إلى تعليمات الدرس وإلى آداب الدراسة عن بعد وأن نتعرف على الأهداف المتعلقة بالدرس دعونا أولا نستمع إلى تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة والاستعداد الجيد للدرس الآن نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في المكان المناسب والمهيئ للدراسة ثانيا عدم الأكل أو الشرب أو الانشغال أثناء الحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح نستمع الآن إلى الأهداف المتعلقة بالدرس الهدف العام هو حفظ دعاء السفر أما الأهداف الخاصة فأولا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة دعاء السفر بشكل صحيح ثانيا أن يردد الطالب وأن تردد الطالبة دعاء السفر خلف المعلم بشكل صحيح ثالثا أن يكتب الطالب وأن تكتب الطالبة دعاء السفر بشكل صحيح الآن ننتقل إلى أول نشاط في هذا الدرس ونريد أن نحدد هذا الدعاء الذي أمامكم هل هو دعاء السفر أو دعاء ركوب السيارة هذا الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إن اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوئ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات هذا الدعاء يسمى بماذا؟ يسمى بدعاء السفر أو بدعاء ركوب السيارة يسمى بدعاء السفر أو دعاء ركوب السيارة نسميه دعاء أحسنتم يا أبطال نعم نسميه دعاء السفر نسميه دعاء السفر إذن نستمع الآن إلى دعاء السفر وكما عودتوني بحسن الاجتماع وكذلك بالتكرار والترداد بالشكل الصحيح الآن سأقرأ دعاء السفر وكرروا معي يا أبطال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هوّن علينا سفرنا هذا واطوِعَنَّا بُعدَه اللهم أنت الصاحب في السفر والخريفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل إذن اجتمعنا وكررنا دعاء السفر ما هو المطلوب منكم يا أبطال أحسنتم حفظ هذا الدعاء أن نحفظ دعاء السفر حتى كلما أردنا أن نسافر إذا ركبنا في الطائرة أو في السيارة أو في القطار أو في السفينة أردنا أن نسافر فنقرأ دعاء السفر نقرأ دعاء السفر أحسنتم يا أبطال الآن في هذا النشاط نريد أن نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة إذا أردنا أن نسافر إذا أردنا أن نسافر فإننا نقول ماذا دعاء السفر أو دعاء النوم إذا أردنا أن نسافر نقول أحسنتم نعم نقول دعاء السفر دعاء السفر أحسنتم يا أبطال ننتقل الآن إلى هذا النشاط ونريد أن نضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية أولا يقال دعاء السفر إذا أردنا أن نسافر يقال دعاء السفر إذا أردنا أن نسافر العبارة رائع نعم عبارة أحسنتم صحيحة ثانيا ينبغي علينا أن نحفظ دعاء السفر أن نحفظ دعاء السفر العبارة أحسنتم أيضا عبارة صحيحة ثالثا لا نحرص على دعاء السفر حينما نسافر يعني أننا لا نقول دعاء السفر ولا نحرص عليه عندما نسافر العبارة ماذا أحسنتم يا أبطال أي هذه العبارة خاطئة عبارة خاطئة الآن ننتقل إلى هذا النشاط ونريد أن نصل دعاء السفر دعاء السفر بالصور المناسبة هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية وهذه الصورة الثالثة الصورة الثالثة الآن أمامكم دعاء السفر نريد أن نصل دعاء السفر بالصورة المناسبة إذن نقول أننا نذكر دعاء السفر عندما نكون في ماذا؟ هل عندما نكون في الطائرة في الصورة الأولى نرى صورة أحسنتم طائرة هل نقول دعاء السفر عندما نكون في الطائرة الجواب أحسنتم نعم نقول دعاء السفر عندما نكون في الطائرة لأننا الآن سنسافر أحسنتم الصورة الثانية نرى صورة أحسنتم السيارة نرى صورة السيارة فإذا سافرنا بالسيارة فهل نقول دعاء السفر الجواب أحسنتم أيضا كذلك إذا سافرنا فإننا نقول دعاء السفر نقول دعاء السفر الصورة الثالثة نرى صورة ماذا أحسنتم صورة منزل صورة المنزل أو صورة البيت فهل نقول دعاء السفر ونحن في البيت أو في المنزل الجواب يا أبطال أحسنتم لا نقول دعاء السفر لأننا أحسنتم لم نسافر نحن جلوس في البيت أو في المنزل إذن فنقول دعاء السفر إذا سافرنا في الطائرة أو سافرنا في أحسنتم في السيارة ننتقل الآن إلى النشاط الأخير ونرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة نقول دعاء السفر حينما نكون في المدرسة أو في الطائرة نقول دعاء السفر حينما نكون في أحسنتم نعم حينما نكون في الطائرة لماذا؟ لأننا الآن نسافر فنقول دعاء السفر وليس في المدرسة أحسنتم يا أبطال إذن أبنائي وبناتي قبل أن ننتهي من هذا الدرس دعونا نتوجه إلى سؤال الدرس وسؤال الدرس كما هو واضح أمامكم على هذه اللوحة هو أننا نريد أن نصل دعاء السفر الذي في الأعلى بإحدى البطاقتين هذه البطاقة الزرقاء والبطاقة الخضراء البطاقة الزرقاء مكتوب فيها دعاء ركوب السيارة والبطاقة الخضراء مكتوب فيها دعاء السفر إذن هذا الدعاء الذي في الأعلى هو دعاء ماذا؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعود بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل هذا الدعاء هو دعاء أحسنتم؟ نعم دعاء السفر إذن نصل دعاء السفر بالبطاقة أحسنتم يا أبطال بالبطاقة الخضراء إذن نصل دعاء السفر بالبطاقة الخضراء شكرا لكم أبنائي وبناتي على هذه المشاركات وأنتم أولياء الأمور هناك توصيات نريد منكم أن تستمعوا لها فنقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجوء المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية أبنائي وبناتي شكرا لكم على المشاركات وبإذن الله عز وجل ألتقيكم في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته